عمق تاريخي وتأصيل شرعي أسس لارتباط خدمة الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية منذ أن رفع سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل قواعد البيت الحرام إلى يومنا هذا المملكة العربية السعودية شرعاً هي المؤهلة وهي القائمة على خدمة ضيوف الرحمن وهي الساهرة على أمنهم وتحقيق هذا الركن بما أراده الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم فجاءت هذه الندوة لتأكيد هذا المعنى في هذا الزمان المليء بالتحديات الفكرية والرد على كل من يريد أن يمس إدارة شؤون الحرمين الشريفين خارج إطار شريعتنا الإسلامية الغرار ندوة التأصيل الشرعي لإدارة شؤون الحرمين الشريفين التي نظمتها الجمعية الإسلامية بمملكة البحرين بدأت باستذكار التأصيل الشرعي لمكانة الحرمين الشريفين ومن ثم قدسية الحرمين الشريفين عند المسلمين وكذلك وحدة المسلمين في بيت الله الحرم ورب العالمين سبحانه وتعالى جعل الحرمين الشريفين أقدس الأماكن وأطهرها على الأرض فرب العالمين قال إن أول بيت موضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ولما كان كذلك فقلوب الأنبياء تعلقت بهذا البيت وكلهم خدموا بهذا البيت فالله عز وجل عهد إلى سيدنا إبراهيم وإسماعيل قال أن طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود البيت الحرام ليس من صنع الإنسان وليس من أحكام الإنسان وإنما هو حكم من الله عز وجل فهو أول بيت وضعه الله عز وجل للإنسان حتى قبل وجود الإنسان إن أول بيت موضع للناس للذي ببكة مباركا قال إن الملائك هم الذين وضعوا الأسوس الندوة بيانت أيضا استنكار علماء المسلمين لأية محاولة المساس بما تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين من بعيد أو قريب سارة البدري لقناة الإخبارية المنامة ترجمة نانسي قنقر